في الوقت الذي يطالب فيه الرئيس الفلبيني بتحسين أوضاع عمالة بلاده في الخارج شارك ألاف العمال والنشطاء في مسيرة بالفلبين بمناسبة عيد العمال احتجاجا على ما وصفوه بعدم التزام الرئيس دويتري بالوفاء بوعده الانتخابي بالقضاء على عقود التوظيف قصيرة الأجل ولما ترد تقارير بوقوع عنف إلا أنه تم إغلاق مجمع قصر الرئاسة ومنعت الصحافة في بادئ الأمر من الدخول في حين حرق محتجون دمية على هيئة الرئيس دويتري على بعد مئات الأمتار من المجمع